موضوع النهاردة سألت فيه بصورة متكررة وكان من الصعب أني أرد في تعليق صغير فقررت أني أقدم مقطع يوضح المهارة بشكل واضح حتى تصل المعلومة السؤال وهو إيه أسباب الطفو السريع للجسم أثناء محاولة الغوص تحت الماء في البسين خاصة في بسين مش عميقة هنبدأ الحديث أولا بتعريف مستويات الطفو وبعدها ننتقل للأسباب التي تؤدي إلى حدوث عملية الطفو سريع أولا تميل الأجسام إلى اتخاذ أحد الأوضاع الثلاثة عند وضعها في أي سائل فهي إما أن تعوم وتدعى بأنها ذات طفو موجب وتعرف بالطفو الإيجابي أو أن تغوص إلى القاع وتدعى في هذه الحالة بأنها ذات طفو سلبي وتعرف بالطفو السلبي وإما أن تبقى معلقة في الماء لا تطفو ولا تغوص وتدعى بأنها ذات طفو متعادل وتعرف بالطفو المتعادل بعدما تعرفنا على تعريف مستويات الطفو والمستوى المطلوب تحقيقه في الغوص وهو الطفو المتعادل الآن ننتقل إلى أسباب الفشل في تحقيق الطفو المتعادل أسباب الفشل في تحقيق الطفو المتعادل وترق التغلب عليها السبب الأول هو ارتفاع نسبة الدهون في الجسم تؤثر بشكل كبير ارتفاع نسبة الدهون في الجسم في الوصول إلى الطفو المتعادل وخاصة عند النساء تتمتع معظم النساء بمهارة الطفو الإيجابي نظرا لارتفاع مستوى الدهون وقلة كثافة العضلات يبقى ارتفاع نسبة الدهون في الجسم سبب من أسباب الطفو الإيجابي السريع السبب الثاني وهو سبب من أسباب الطفو السلب السريع يحدث ذلك نظرا لزيادة كثافة العضم والعضل هذا النوع غالبا عند الرجال الذين يمارسون رياضة كمال الأجسام ورفع الأسقال والآن ننتقل إلى طرق التغلب على هذه الأسباب يمكن التغلب على السبب الأول باستخدام حزام رصاص مع ضبط الوزن المناسب لتحقيق مستوى طفو متعادل ده في حالة استخدام وزن كأداة مساعدة طيب لو أنا عايز أحاول أعالج المشكلة بدون استخدام أي أوزان عشان تقدر توصل لمهارة الطفو المتعادل بدون أوزان وللأسف أنا ما بنصحش به بس عشان المعلومة تكون كاملة قل الحجم النفس اللي أنت بتستخدمه أو بتاخده قبل الغطسة مباشرة يعني لو قبل الغطسة هنفترض أنك بتاخد نفس بنسبة 100% خد بنسبة 75% كلما هتقلل حجم النفس كلما هتفقد مستوى أو جزء من مهارة الطفو الإيجابي بشرط يكون أدائك صحيح وما عندكش أخطاء كبيرة وأقصى مسافة تقدر تطبق فيها اللي أنا قلته 25 متر ما تحاولش إنك تضغط على نفسك في مسافة أكبر من 25 متر عشان ما توصبش ببقدان الوعي وللتغلب على السبب الثاني وهو مشكلة الطفو السلبي هيكون أبسط وأسهل مما تتخيل فقط ما عليك سوى ارتداء بدلة غوص دلوقتي وصلنا لنهاية المقطع أتمنى تكونوا استفدتم انتظروني المقطع الجاي إن شاء الله سلام شكرا